السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بحضراتكم في اللقاء جديد في سرسلة learning vmware في سفير 7 مازلنا بنتكلم في موضوع virtual distributed switch و موضوعنا المرضى هنتكلم فيه من ناحية سيناتجو عملي هيقابلنا كتير جدا في الواقع العملي بل يكاد يكون يعني بنسبة 100% هيقابلك السيناريو ده وقت ما تحب تستعمل virtual distributed switch الفكرة بتاع موضوعنا بكل بساطة ان ده سؤال لو حضراتكم فكرتم فيه هتسأله لنا على طول اللي هو حاليا مثلا كمثال بيدفولت الـ SXI زي ما احنا عارفين بيتكرت عليه vm kernel خاصة على الـ standard switch على الـ standard switch اللي هو اسمه v switch 0 وممكن انت كمان تكون كاريت بعض الـ vm kernel على الـ standard switch ده او على الـ standard switch تاني طيب بعد كده انت فكرت ان انت تستعمل virtual distributed switch فحابب تكاريت تاني الـ SXI management كvm kernel او vm kernel مثلا او vm kernel او اي vm kernel service انت كدت مكاريتها على الـ standard switch حابب تكاريتها على الـ distributed switch هل هكاريت السيرفيس دي اول وجديد تاني على الـ vds زي ما شفنا مثلا في الفيديو اللي فات طريقة الكريات الخاصة بالـ vds طيب ممكن دلوقتي تكون السيرفيس اللي انت مكاريتها زي الـ SXI management يقولي طب انا لو هكاريتها جديد معنى كده انها محتاجة اي بي طب هينفع استعمل نفس الـ i-b اللي انا مستعمله على الـ standard switch في الـ vm kernel طيب نيجي لسؤال تاني وسنريد تاني هل ينفع اصلا يكون نفس الـ vm kernel service enable اكتر من مرة على نفس الـ SXI مرة مثلا على standard switch مرة على distributed switch هي دي الفكرة اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة الهدف الاساسي النهاردة او السؤال بتاعنا اللي ايه عملية لو انت عندك قرية الـ vm kernel اي ان كان هي ايه على standard switch وحابب تكاريتها تاني على distributed switch هقولك في السيناريو ده بكل بساطة انت مش محتاج تكاريتها تاني لكن فيه option بسيط جدا وممتاز يسهل لك الموضوع ده ان انت تقدر تعمل ميجريد للـ vm kernel من على standard switch للdistributed switch في خطوة واحدة تتنقل على vds بنفس الـ IP بنفس التفاصيل بتاعتها كل اللي انت محتاج تعمله بس قبل عملية الـ migration دي ان انت تكون مكاريت version machine porto group على vds دي لا تستعملها كvm kernel زي ما شفنا في الفيديو اللي فات قلنا كل اللي انت محتاجه قبل ما تعمل تكاريت vm kernel على sxn ان الـ sxn يكون متكاريت على او يكون مضاف على vds وتكاريت virtual machine porto group على مستوى vds دي لا تستعملها كvm kernel طب خلونا نشوف الكلام ده كده بشكل عملي. اه لو شفنا هنا في اللاب بتاعنا مسلا الـ sxn احنا مستعملوه من فترة فاتت 111 ده مسلا كمسال ال vm kernel اللي موجود عليه موجود مسلا الـ management ودي اللي متكاريتها بايدة اصلا على v switch zero لما الـ sxn ينزل لأول مرة الفيسان دي احنا كاريتناها على الستاندر سويتش اللي واسمه آآ في سويتش تو. وكانت ممكن تكون متكاريتها على زيرو. لكن دي اللي احنا اللي مكاريتانها بادينا. والفيديو اللي فاتحنا كاريتنا تانية مثلا لخدمة ودي موجودة على زي ما احنا شايفين. طيب ممكن حد يقول لي طب انا بقى محتاج اشغل برضو نفس او اللي هم متكاريت وريد متكاريتها عندنا على محتاجة كاريتها على الفي دي اس. هل بقى روحة كاريتها بيدي زي ما قلنا لا انت هتحتاج كل اللي هتحتاج وان انت تعمل لها عشان تعمل بس يكون برضو عندك بورتو جروب اللي هتستعملها زي ما احنا عملنا مسلا للانف اس. طيب على فرض ان احنا مسلا حبيين هنا آآ آآ تتنيل بنفس الاب بتاع حلوعة عشرة دوت عشرة دوت عشرة دوت مية واحدة واشن. طيب كل اللي احنا هنعمله اه بالنسبة للفي ام كيرنل على الفي دي اس يبقى لازم تكون مكاريت آآ اللي هتستعملها هيجي هنا اقول له آآ نيو دستربيوتر بورتو جروب هسميها مسلا داش آآ بي سان مسلا نكست نفس ما عملنا قبل كده كده احنا كاريتنا فيرش ومشين بورتو جروب عدية اللي هالفي سان علشان بقى ازاي هعمل من الفي سان ده ويتحزف خالص من الستاندر سويتش مش هيبقى موجود مرتين ويتنيل على الفي دي اس ليل انه مش هنفع نستعمل الاي بي مرتين طيب آآ بكل بساطة كل اللي انت هتعمله بتيجي على الفي دي اس نفسه كده وباجي في الجزء اللي هو هنا بقى مش هقول له من جديد لأ هقول له يعني هنا بس انا عايز اغير بعض او بعض او بعض او بعض او بعض اللي موجودة في اللي انا هحدده فكل اللي انا هعمل له بتقاد هنا الهوست اللي انت حاببت انت ممكن لو عندك ميت هوست تضيفهم كلهم مرة واحدة وتعملوا ما احنا هناخد نعمل الهوست الاولاني فقط اللي هو الو الماة ويحداشر اوكي ونقول له هنا بقى لأول خطوة طبعا احنا اه دي نفس فكرة يعني احنا شوفنا طبعا الاد لما في في فيديوهات قبل كده واحنا بنضيف الهوست الاول مرة في في الفي دي اس وكنا بنحدد له الفيزيكال نيتورك انترفيس اللي هتبقى منضافه على الفي دي اس ده بالنسبة للس اكس اي مسلا اللي احنا بنحدده من 111 فالخطوة الاولى دي لو انت عايز تعدل في الفيزيكال ادابتور في السيناريو بتاعنا احنا بنتكلم في فيم كنل فهنعمل على طول ما فيش اي تعديل او اي هنا بقى اللي هي الخطوة بتاعت ايه اللي هو كاتبه لنا هنا قال لك الوسط ال 11 ده عليه السيرفيس اللي موجودة او ايه اللي اللي موجودة قال لك او انت عندك زيرو وان وده اللي هي حسب الاسم بتاعنا واضحة ده وده المفيد جدا ان انت تكتب باسم السيرفيس بتاعته ده يسهل لك كدير لان هنا باش نباين لك السيرفيس نفسها ايه و دي اللي احنا كاريت نال مرة فاتت على يعني الاتنين دول على او ازي ما كاتب لك او في السويتش ده اللي هو الفي دي اس اللي ده اللي احنا عملين له سلطة هنا بقى تقدر بكل بساطة تختار السويتش او الفي ام كنل السيرفيس اللي انت محتاج تتحول مسلا من ده وتنضاف على الفي دي اس فوق هنا فهنا بس زي ما احنا قلنا احنا هنستعم هنحول الفي سان من الفي سويتش اللي هو الفي سويتش تتنقل على الفي دي اس اللي هو الفي دي اس فبتعمل هنا سلكت وتقول له في القصين بورتو جروب ده هنا بتحدد له بقى الفي دي اللي احنا كاريت نعمل شوية هتختارها كده وتقول له اوكي شوف ايه اللي حصل اترافعت من تحت هنا. بدل ما كانت الموجودة هنا على الاظر اللي هو ستاندر سويتش. لقيت نقلت هنا على ونزل سويتش. هي موجودة هنا. ونقول له. نكست. نكست. آآ للعلم انت لو حابب كنا برضو ننقل الاسكس اي منجمينت تقدر تعملها. يعني تخيل انت هتمايجريت الخاصة بالاسكس اي منجمينت من ستاندر سويتش للسويتش. ما فيش اي امباكت على الترافج بتاعي. طيب. احنا دلوقتي المفروض حسب ما هو مكتوب تحت اهوة. آآ ان هو تعمل طيب. نرجع كده نشوف اللي احنا اشتغلنا عليه. هنا اهو. حالان اهي. اصبحت عليه على هي كانت من شوية كانت الموجود موجودة على اللي هي تنقلت عندنا. شوف طب بالنسبة للهوست المية واتناشر الخاصة بالفيسان. اه موجودة على زي ما هي. طيب. اه بالنسبة للهوست المية وحداشر. الجميل هنا زي ما قلت لك ان هي اتنقلت للفيديو اس بنفس الاي بي بتاعها. يعني انت هنا مش محتاج بقى تفكر طبعا هعمل لها باي بي تاني. لانا مش هنفع طبيعة تستعمل لنفس الاي بي. وبعد كده احزف البورتو جروبي الاولاني. لا الموضوع بكل بساطة. اه تقدر تعمل لنفس اه بنفس بتاعتها اللي هي كل التفاصيل دي من او حتى من تاني يعني او الموضوع عادي خالص زي ما طيب. حتى لان الهوست المية واثناشر لسه المكنل على مفيش مشكلة نقدر ننقلها. يبقى نعمل نفس الخطوات تاني. نيجي على ونيجي هنا نقول له هنقول له هنقول له هتضيف له الهوست. عندنا الهوست اللي هو المية واثناشر المراضي نفس الفكرة هنا. آآ قال لك آآ طبعا دي اللي هي الفيزيكال نتورك مشان غير فيها حاجة. ده اللي احنا محتاجين. الانفاس سيئة اللي على الفيدي اس. انما الفي سان والاس اكسام انجمينت على السويتش زيرو. لو جيت هنا حابين مسل ان ما يجريت آآ الفي سان فيم كرنل. نعمل لها سيلكت الساين بورتو جروب. هنديها الفي ام كرنل في سان اللي هو الفيرشون مشان بورتو جروب اللي اتكاريت على الفيدي اس ونقول له اوكي خلاص اتنقلت هات ريقى الساين وبايت على الفيدي اس هتتنقل من في سويتش زيرو اه آآ الفيدي اس نيكست نيكست فينش. على طول يعني خطتين تلاتة هتلاقي الموضوع معاك خلص بكل بساطة. لو جينا هات على السويتش المية واتناشر او الفي سان بايت على الفيدي اس. يعني حاليا احنا اعتبر السويتش اللي هو او الفيدي اس بالنسبة لسكسين المية واتناشر عليه بعض الفيرشون مشان بورتو جروب العادية خالص للترافيك الانترنال الخاص بالفيرش والماشين. وفي نفس الوقت عليه ترافيك خاص بالنف اس والفي سان بالنسبة له الفيم كرنل سيرفوس. آآ ده سيناريو عملي انت ممكن اصلا تحتاجه في الواقع العاملي زي ما بتلك هتحتاجه بنسبة مية في المية. على الاقل في التحويل من او ممكن انت حابب تكارية فيدي اس جديد الفيدي اس ده يكون للفييم كرنل سيرفوس يعني تكون عامل مثلا بروداكشن في دي اس ده عليه للفيرش والماشين بورتو جروب وعمل في دي اس تاني عليه الفيم كرنل سيرفوس. مادام زي ما قلنا في اول فيديو متوفر عندك فيزيكال نتورك انترفيس تضيفها على كل في دي اس. فده ان انت تكون آآ فاصل الفيم كرنل سيرفوس عن الفيرش والماشين بورتو جروب آآ اللي شغال عندك. يبقى ده الفكرة بتاعتنا بكل بساطة آآ ان انت تقدر آآ ممكن السيرفوس اللي قريدي يكون فجر عندك من آآ الى طبعا دي بتحللنا مشكلة مهمة جدا ان احنا مش محتاج ان انت تجيب تاني وتكاريته وبعد ما تقنيبه للسيرفوس تدلت اللي على الموضوع عندك آآ حتى فيه بعض السيرفوس اللي هي على الى اللي على ما ينفعش تينيبل مرتين على نفس الى زي الموشن مسلا. الموشن ما ينفعش تعمل له مرتين على نفس الى يعني مسلا ينفع آآ تعمل له اكتر من مرة وطبعا كل مرة هيبقى له اي بي. انما الى احوالة تعمل له بعد كده بيكون دي. فبقى اي حال من الاحوال عملية اللي احنا شفناها دلوقتي ده الحل الانسب والاسهل بالنسبالك. في لحزة واحدة تقدر مايجريت وللعلم ده يكاد يكون زيرو داون تايم يعني الموضوع ما فيش اي امباكت على اي ترافيك عندك ولا اي سيرفيس شغالة عندك. ده كان موضوعنا النهاردة ونشوفكو قريبا جدا ان شاء الله في فيديو بدينا. السلام عليكم.